المراقب لمنظومة الحكم الأردغاني كما يصفها الشارع التركي والعالمي يجد بوضوح مساحة الفكر والعقائدية التي انعكست على اختيارات الرئيس التركي رجب طيب أردغان لوجوه حكومته الجديدة بعد فوزه رئيسا لولاية ثالثة اختار أردغان هاكان فيدان أحد مستشاريه المخلصين والمؤيدين له والذي عمل رئيسا للمخابرات التركية اذ قال عنه أردغان إنه كاتم أسراره بالإضافة لتغييرات مهمة في وزارات الدفاع والمالية والتي ألقت بظلالها على مستقبل تركيا السياسي وطبيعة علاقاتها الدولية والإقليمية وما ستقول إليه في الخمس سنوات المقبلة تقول وحدة الدراسات التركية في مركز الروابط في تقرير مفصل لها عن أن اختيار فيدان سيجعل تأثير السياسة الخارجية أعمق وأشمل وسيحقق مجالات مهمة وانفتاحا لتعزيز علاقات تركيا مع بلدان العالم والمساهمة بدور فعال في التجاذبات السياسية ورسم ملامح المستقبل الدولي والإقليمي لإدارة الرئيس أردغان وزير الخارجية الجديد يمتلك من المعلومات والمفاتيح المهمة ما يجعله محققا لأهداف القيادة سيما أنه يمتلك علاقات واسعة في المشهد السياسي العراقي وهذا يتطلب بحسب المركز وجود سياسيين عراقيين فاعلين لديهم القدرة على فهم الرؤية التركية القادمة بتوسيع مجالات العلاقة مع العراق في جميع المجالات وأن يكون الحضور التركي فعالا في الميدان العراقي وكان لوزارة الدفاع نصيب من التغيير بعد أن أصبح رئيس أركان الجيش وزيرا للدفاع وهو من الشخصيات الداعمة لتطوير المؤسسة العسكرية والتصدي لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي ولجميع الفصائل الكردية المنوئة لأنقرة كما يمتلك خبرة في تحديد ما يستدعي للحفاظ على ميزان القوة العسكرية في الشرق الأوسط سيما بعد اختياره لمعرفته بالنظام الإيراني ووصوله لنسب عالية من اليورانيوم المخصب كما يبقى التوجه التركي بمساندة دولة أذربيجان في صراعها مع أرمينيا وسعي حكومتها لإحياء وحدة العالم التركي أو الدول الناطقة باللغة التركية والذي يتوافق مع الرؤية السياسية التركية وتقديم أنواع الدعم لها في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والأمنية توجه يترقبه الشارع العراقي والمحيط الإقليمي والعالمي لمعرفة انعكاساته على ملفات السياسة والأمن والاقتصاد ترجمة نانسي قنقر